الدماغ كتلة من الدهون والبروتين والماء وزنها حوال 1.4 كيلو جرام وخلايا عصبية يبلغ عددها نحو 100 مليار خلية متصلة ببعضها البعض عن طريق نحو 100 مليار تشابك عصبي هنا تنطلق الأوامر للجسم بالحركة وتترجم وتخلق الأفكار وانطلق الخير وانطلق الشر وانطلق الحب وانطلق الكره يتألف دماغ الإنسان من عدة أقسام المخ والمخيخ وجذع الدماغ المخ يشكل حوالي 85% من إجمال وزن الدماغ ويقسم شق كبير يسمى الشق الطولي المخ إلى نصفين النصف الأيمن والنصف الأيصر ويتصل النصفان بحزم من الألياف العصبية يسمى أكبرها الجسم الثفني ينقسم كل نصف إلى أربعة فصوص يسمى كل منها بإسم والفصوص هي فص جبهي مكانه الجبهة وفص جداري وفص قدالي وفص صدغي في الجانب الأسفل المخيخ هو جزء الدماغ المسؤول عن التوازن والثبات وتنسيق الحركة ويقع أسفل الجزء الخلفي من المخ وخلف جذع الدماغ أما جذع الدماغ هذا الجزء الصغير أمام المخيخ هو أهم جزء يربط المخ مع المخيخ وينقل الإشارات العصبية من وإلى الحبل الشوكي وكذلك يوجد بها مراكز مهمة تتحكم في التنفس ونبضات القلب بدون إرادة منا أو وعي اللي هو الجهاز العصبي اللا إرادي اشتركوا في القناة